كنت كميخ يفكروني مغضوم شو ندمت ايه؟ برو لا هشريكي تحيط انا وياها طلعنا اثنيناتنا من فضمون جابل فضم اما ديك تجوزي تجوزي عادة ما بتعرفي فرنشو انت بالأم تي في مسموح؟ شفت مسموح تعملي هشي دافعين لك؟ شي شخصان اعترفوا انه اه هلا قفمت عليك شقص دك اوكي مغضومي شقصة الخضود مخد خد عميتها ما تكحلها مش رحال موسيقى لا لكن كنت كميخ يفكروني مغضوم يفكروني مغضوم لا لا ما كان عندي الساقة انو اقول شي بالمدرسة نكت لانو كنت قعد ورا لا قدر نام كنت كتير حب نام لا اقدر بعد الظهر لما اروح على البيت كنت ادرس كتير بسرعة للاحق احضر فيلمان على جو تايم فهدا كان السيكل طبعا فيلمان يعني لا فيلمان بتحق قبل ما ينام لانو لازم ما بقائز ما بلاحق بابا كان يقلنا انو بتنام وبعد ما يخلصنش يطلق اخبار يا الله هاي خبرية لانو عادة بقول باي قبل انا ليه عم تحضرني السانيورة ما باهمني بتعرف حالك وانا عايش عملي سبع سنين ما كان هديك مرة عم نحكي هيك عقصة النوم بعد الاخبار بس يطلع البمبر كانوا يلا فوتوا على لا انا اهلي مش هاي بس خريب انو يطلب مني بايق على السبع سنين تكوني عارفة مش هجدات اقليميا شو عم بصير بايق تطلع واعي اكتر تعرف شو فيها اولا بس لابت مدبرس انو صرت عارف اكتر مدمرك كتير دمرني بس انو عندك مادة يعني تشتغر فيها هلا الحمد الله صاح فيها فيها عدم شحل مادة بهالبلد ما يعني نحنا شغلنا وشغل كل ماشية نحنا عبار وكل يوم عندك ازمة وكل يوم عندك خبرية وانتو عندكم مرتب تحكوا فيه هلا عندكم مسرحية جديدة بكرة بكر قال اللي عندهم الجلسة ما بحث حينتخبوا حدا بعد ما اقرروا لا ما بعرف شو رأيكم انا ما بعرف يعني انا بحث انو لا بحث انو لا بحث انو ما فيه اكيد دي غري ما فيه اكيد واضحة اناريو واضحة لا ما بحث اي ما بحث هلا قريبه بس انت بكرة حتتابع الجلسة اي بحضرة كتير في دايما بيطلع الناس بيدحكوا لا الا ما يصير شي مش على قصد نبدحك انو انو منعرف انو مسرحية وعم يعملوها بمسرح ليترلي مسرح كبير اي اي على فكرة كتير كبير للمجلس عن جان مهبت علي توصل لرئيس بيري بدك فيه ماشية لانو اذا حدا معصب ما فيك دالك معصب لعشرة خطوات بدك اوقت هايك بتقشت تقشت شوية ترجع لما توصل لعنده انا ما بقبل خلاص تكون تولاية تقطع الوضوعي تولاية تقطع المومنت يعني على اخر بدك تحضر كنتنت جديد يعني تطلع موبر موبر بحس حتى انه بهالمرحل صرت انه حتى لو عمل شي خاصه بالعالم السياسي بحس عن جد ويربوست يعني بعد الأزمة وكل شي بتحسس انه حتى تسنط ايفن وورثت لك الجمهور ما يتفاعل مع هالأساس يعني انا بعث جمهور كثير بحب هيدا الكنتنت ايه بس بس مور لايك هلأ صارت بهالمرحل يمكن بقى 2019-2020 ايه 2021 بس هلأ صارت انه خلاص ويربوستس مثلا اذا بتلاحظوا الانتخابات البلدية الدجار بيحطوا بوستيرات وتحمصوا عن انتخابات ما عدا يتحمص عن انتخابات البلدية يو كانت ما بعرف تخلق هالشي الاصطناعي انه اهتم عجاد الناس منش مهتمة بقى انه كتير مرأة وصص شو عم بتلاحظ انه عم بيهتموا والله ما بعرف بس بدون يتحكوا او شو مكاينة بس انه مش سياسة او هيدا اله هلا انا بالشوز دي بعملها وميستاند اب دايما عم جاري بكون متنوع بمعاك يعني بعمل كل شي بيدور براسي بنهار من سياسة لفلسفة لهبل لأبسورد لعائلة لاجتماع فبحث انه كمان انه هيدا بيشبه النار الطبيع اللي كلنا بنمرق فيه اكيد يعني معامقول في ناس بتحب اكتر تعمل شيء ابسورد اكتر وفي ناس بتعمل قصص اجتماعية اكتر كل واحد بس انا دايما اي لانه طبيعتي انه من لما بلشت كوميدي هون بلبنان كنت قبل بهولندا عملت كم سنة لانه كد عم بعمل مي ماسترز بلشت هوني بس هون لما ارجعت وكنت عم اشتغل بي 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 شي لفترة مع سلام وجعد اشتغل تي في كتير بريتكل ساتير فصار خلاص بريتكل ساتير ان مي هاد وشتغلنا على نص المزح جاد قبل الانتخابات يعني عرفت كان هاي دايك البيك تايم لتو طاق باوت ديس كمان اكيد الساورة والانفجار والكورونا كله هيدا كان خليط ايه كتير مجرد فا انا اي تنك ايه انا بيشتغل ايه انا بيشتغل كنا انا طاق المرحلة كنا قادمة ما كنتم تغلو கوزيلا المرتبطة وقد عملت فيش سنتين هلا ينادي هلا ينادي ذهبت فيس سنتين لانه من قدرين بانه بمقرار بس مرحلة بس كانها تنظر وهذا ما يحدث في الوقتها. وهذا الشيء الجديد غودزيلا وهذا ما يتحدث عنه حياتي كيف. حياتي الزوجية. هذا أكثر مادة يمكن أن تضحك العالم. هذا موضوع. لا أريد أن أقوم بالطبع. لا أعرف. أشعر أن أتوقع دائما أنني مبسوط. كزواجة. أنا كثير مبسوط. حسنًا. يظهروا فيك أن أنت لويت كانوا شيء غلط. كثير أما هيك وكثير العالم لما يشوفون أنه شو ندمت قالوا لا شركة حياتي اللي هي بدي. طلقوا. طلقوا أكثر. لا أعرف. لا أعرف. كأنه تريند. إنه لازل أن أتجوز بالصيفية. أو لا أنه مش ماشي حالة أنا وياها. هناك مرار فيك أن أتجوز بالشتوية وقاموا علي رفقه. إنه لذلك تجوز بالشتوية عم تشتى. ينزل ماء من السماء. عادة إنه فيه أندر. إنه كأنه سيزنة. بس غريبة. أنت تجوزت. بماء بصلاف. بس بأول ماء كان بعضه. يعني كان فيم خوطر يكون في الشتة. إيه. ما هيك. بس كان كمان تأس حلو. فقاموا بشكل جيد. ما هي كمان. أحسنة من السماء؟ أحسنة. سنة وشهرة. عريس. أحسنة. كيف هي الحياة الزوجية؟ نحن نحا. نحن نحا. أيضا بصورة. أيضا بصورة. أيضا بصورة. إنه كان الأمر بصورة. نحن نعيش مع بعض. مثلاً أحدا مننا مثلاً إذا بيحكي بالليل هذه ما حتى عارفية إلا نعيش سوا بس كمان أدي حلوة تكتشفية بليلتها إنه إنه في ناس إنه بيقولوا إنه ملوخية أو شي هيك بس في ناس بيطرقوا جمل بفوتوا مونولوج يعني فأنا وياها طلعنا اتنيناتنا منفوت مونولوج كمبرسيش أنا وإختي أنا وصغيرك إنه يقولون أنه أنتو بتحكموا مع بعض أنا أيمين بتردوا مع بعض لحظة لحظة تردوا مع بعض ولا ألم نحكي شيء ولا هيك يقولوا لي أهلي أنا صغيرة يعني كذا مرة بس إنه بالأخير أنا لقيت الحال وخلص يعني عاشت لحالي تمافوت بها الترب بقى أحكي حالي وبقى أنا أكثر شيء بيخوفني هو لما تمشي تقوم سليب واكين هيدا رعب 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 لا 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 ما حدا منا رانا مرتي قالت لي إنه إيها كنت من زمان ما بعرف إذا بقى إنه نترقبونا عارف مانا هيني أنا كوزاني هكي وبس يطلع عينام عنا نحنا بالطابق الخامس كنا نسكر كل أو تقفلوا الباب إيه بس لما يطلع أوكي بس الديبانز هن بيفتحوا بواب هن هن نايمين ولا لا في ناس في ناس بلا بعرف حدا ولا مرة فتح الباب يعني كان صغير فتح الباب ودهر على الدرجة عن بي بي بره بالدرجة يعني هلقادي بيكونوا أو فيه حدا بنيمشي على دربزين إنه فرفيق كان يقوم يشتغل هو سليب وووكينغ أنه يفتح لا ما كان يصيب أوكي ولكنه قد جزدة الميكانيك هيد المعول نحن 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 نبقي ها متوقع أو فيها مثلا هاي الادكشن قال كتير هايك تقوم هتنتين ما معيك خبر كتير غير يعني ما علقته كتير أول فترة أنه تأقلمته سريعا هاي بعطيت أقلمة أتوزع عن جد سلسة أغا يعني ما بدي أقول أنه هالبعد أكزام أو إكسابشن أو استير ما بعرف أنه لا إلي كانت شخصيا رواة أنا شوف إكسابشن إذا بد غاره غاره أه لا بس يعني عن جد في كتير ناس أنه شو بدك على وشعة الراس وهيك فيه ناس كتير بيقولون I enjoy being single لا مدى يمكن لا يمكن حسب كل الشخص كتير بس ما بحس في قاعدة سيبت على الموضيع أنا مني حزامت هلا قبل ما نحصتك خمسة بعد خلص بين الغيرة يعني أه بين من تحت أنا لتحت نخلص حاشت خبط الطاولة تطويق غيرة ما بتساعة بدك تجوز يا تجوز يا عادة بدك تجوز يا عادة بدك تجوز أنا؟ أنا ايه؟ اه؟ مشروع مشروع لا أنا مشروع يعني الله راد قريبا اه يعني نحن نعمل كل شي سوا مثلا ما فهمت لابس ووصلت على قصة الزاجة نجب تشد حالي قريبا انت نعمل؟ تم قطر كيك اوك هي بدك هي تنوى بالأول لا يرجع يمشي الحال لا يرجع يمشي الحال ايه لا يرجع يمشي الحال هي مش المشكلة غيره الموضوع طيب نور باكتو هولندا قطعون ماسترزونيكي كيف بلشت الستاند اوب كامنزي؟ اه كنت لكي كان فيه نحنا كدنا بتاون صغيرة اسمه باكيننجن باكيننجن ايه من اولندي كأنني قلنا على اون بينات بطر في حلق ملحكة عندي كنا عننا نجزيل كانوا في عندهم قوميدي كلاب صغير كانوا بيعملوا امبروف وستانداب هالا ستانداب الي كنا نجيبوه كنو من انشتردام وهي كانوا يعني انو متعوب عليهم كذا سنة التنشنال سينه على باولندا انو عمي كتر فكانو عمي جيو كتير ناس وفي واحد في كزا حدا مرأ انه معامل منيح لدرجة قلت والله في بالك يا هيتلا جاريب وانا كنت دايما انه اكتب على تليفوني نوتس انه قصص بتخطر لي قبل فور نو ريزن يعني ما كان بسبب فقلت لصاحب الكميدي كلاب قلت لها خليني جاريب فكان نقصها ناس بالإمبروف قالت لي اذا بتعمل معنا مسرح إمبروف بسمحلك تعمل ستاندوب مع الوقت فكانت مقايدة يعني فعملت إمبروف تعلمني كتير من الإمبروف إنه مقايدة وكتير غير سكلة عن ستاندوب ستاندوب مقايدة أوقات تطلع عنها ما هيك أسعب بس أوقات تتعامل مع الناس ما بعرف بحس انه أكيد الإمبروف إلي صعوبتها بأنه دايما بدك تدلك دايما بدك تدلك على المكان كمان ستاندوب انك محكول بشي انت كاد به فإذا ما زبط كمان شو حتى عميك فهلأ صرت لأنه عندي خبرة بحتيت صرت قادرة أطلع من هالمواقف بس أنه بضل تجربة يعني أنه ستاندوب بضلك تكتب عن جديد كل مرة كلمة تكتب نكتي جديدة عدت للسفر صعبة تكتب السكريبت أو بما أنه في عنا مادة كتير باللبنام تكون هين عليك لأنه ستاندوب أكتر شيء للأونلاين بستعمل الأساس اللي عم تصير باليوميات أو أسبوعياً لأنه تتوبيكال تعتبر بتروحوا هيك بحطة بستاندوب بقواد بس ما بتضاين يعني معظم الأمور اللي بحطة بشواتي بستاندوب هي أمور ومواضيع قادرة تتخطى الزمن فبتحمل بها تايملس يعني فأيه هيك بس الوقت عملت إمبروف كنت منيح بس كنت أكره يعني أنه كنت كان بدي أعمل شيء سكريبتد وهيك فأخر لما بطلت تجبرني بإمبروف خلصت أعمل ستاندوب كنت عمل بالإنجليش فرانش والعربي كنا فرانش لا آه شعري إنجليش عمل بالفرانش كله شوامي عامين أنا ما بعهف فرانش اونا presentation أنا ما بعهف فرانش ذا إنت بشها هان merit أنا ما بعهف فرانش ما بتعرف فرانش؟ أيتحكي هيك قوكور بس شواية زى يا هيك شوية تعتقدها كلة اللي مبلونا بشها من التوتر البتقولي إن ج第 4 التي سيرها أنا لا أراها شificوا ما بيحدث بها المواقف اللهم بالم تيفي ابتأ منها بالم تيفيه أكيد ما بتعرف الفرانش أنت بالم تيفيه، مسموح؟ شا فأنت مسموح تعملت هったشيء؟ اه إه اي بفهم بس مبتح كاكسر اي انا بفهم بس انو انا لا طواق شغري بحكم الخبر وقلبون حمارة لا راحة ايه شو اكتر ش هيك اتفاجأت لما تعلمتها انو بقى شو انت بتعرفي شو فيه نعم بتقوليا خبرية الالشين اذا بتقوليها دي اوبرا لا 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 شي شي خبرية الالشين قصة طويلة الالشين يعني هي الشحاطة نحنا بتكسير وينها من قلة الالشين ليه هيك طاقه لي مش انو دافع لا عملك شو أصولها لا أعرف بس نحن نقل لها الألشين حسنا وأنا جاي من الضحية يا حاج لا أعرف أعرف اسمها شحاطة وخلص مش شاية ومش شاية فكنت بعرفية متسافرين كثير فرنشي هيديك كثير بتحكي فرنش وبتعلم منا يعني ما وصلي أنا كل شيء تعلمتهم منا فبتقل لي رانينك بيشارة فيك ناوليني الألشين طبعي وهي كثير بتحكي بصوت ناعم وكلاسي أنا قدرت أزل مش شاية بس إنه بطريقة بالفرنسي بالفرنسي فرحة ومعرفت الألشين هي كمان إي أن أ يعني مش هاي الفكرة إنه أنا معرفت أنا ضلت على فترة طويلة فكرة إنه الألشين هي بالفرنسي بعدين لأ إجا مخرج ما بعرف شو عم بيقلي معصبي قال لي رانينك خلص شو بيكي ما تعصبي متل الألشين تيك قلت له سريح؟ شو متل الألشين تيك يعني إنه عارفة اللي الألشين يعني ألشين بالكسروان تضليت الوقت من لما قلتها اللي عرفتها شي سنة يمكن يمكن أهي وقت طويل طييف واقص طويل فهيدي أكويرد ودس ما ما بقدر إلا ما أخبر هاي الخبرية يعني أو خير رانين عم تغطي مثلا شي جولة لسه في الفرنسي مبروح أس ما حيتحكي بالصرامة يعني ما حتعله لما كرون لا شو أحلى ألشين عندك يعني لا أس إنه تتفهم عليه أو تستوعي يا ويلي لو كان عندك إنترفيو بالفرنسي شو بطريت تقولي ألشين و شو كان أنا بدي أتحشى بسياء الحديثة علي تباين نعم شو في بعض كلمات هاي غريبة مو بعرف ليلنا من الكسروين كيف نقول نحنا بسبرتو هاي تعودتها لا بسبرتو رواح طفا بتقطع يعني عنا بالكسروين شو في بعض هاي الكلمات أه نو قالت شي ما أعرف أنه شي أنا ما كنت صرف عادتا بخياتي شو بطري الترابيزة مصنا إحنا سكملة شو؟ لي شفت شو؟ شو يعني سكملة طاولة صغيرة طاولة صغيرة سكملة من أولا لا طاولة صغيرة أنا ما بعرف هاي سكملة سكملة ما بتعفوها ترابيزة ما يعني مقلاية؟ مقلاية مقلاية؟ نعم ما أعطفنا ما يكون لدينا شخصاً أمر وعمل تحققه معي؟ إن شاء الله بكرة أنا تشعر إن شاء الله أنت تدائس رواء نية لنها مش أحلى ضلو وزعت رأس والله عايشين رواء نعم مثل ألشين مثل ألشين؟ عالجاد هسير استعملها نشوف مين بيض نحن بايتها بكرة أول شو رح تستعملها بشور خبروا، في واحد كانت مفكرة أنه الألشي كله مفرنسي شخص ما فيما أخبرها الخبرية، بتقول لي ما تخبريها لا بتعاكس لازم أعطيتيني مادة بدي يقول لي عن جد أوكي، شكراً 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 وغير هيك، خبرنانا شكراً مونيكا شي ما خاصه، فوت ساينس، ماسترز شكراً واشتغلت كمان سنتين فيها، اشتغلت بالوزارة الصحة أيام وزير حزبانة شكراً اشتغلت بماستر تشيبس فترة، بالميدل إيست كيترين والفيفوريت شو؟ ماستر؟ 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 لا، رحلة فوق الشايفة شو الفيفوريت هلأ؟ أي طعام يا أكتر؟ هلأ ريكي على الترفل هالأيام هيدا البلاك ترفل اللي نعزلوه جديد طيب طيب أنا عاد أنا كثير لا أريد تحبه طيب ملتت الشيز واملك حضره في الميكروويف حضر ببارماز وما تأتي إلى المكروفو بدأت موجود، كثيراً لم أصدت وصف كيز؟ ضعه على الشيز في الميكروفويف هنا أقارت لي أنا لم أجربتها مكسموم ضبي مصد دبي مكني بدأت ملك ما فوق الشايفة؟ الشيز ذات تم ملتطي كرميل هذا لا أببأ كثيراً لا أبأت كثيراً لا أبأت كثيراً؟ ايه شوية ما باكل عم لاكتوز من طولرانت شفت على تكتشفى عكبر على فكرة ولا مرة حدا من أهلك هنجان انت دايما بتقول يا الله كلمة اكل منقوشي عجبني بي نهار نهاري كله بترجعت و اه اوكي يا راي محروم من من احبة شي انا كتير بحب تشيب بس فيه تشيز بيعملون في لك بس ما مضطر لانه خلاص لانه عزاغر صارت لانه بدايق لمعت صارت خلاص الرياح والفكرة بصير من عدا بيتزاهات بيأكل بيتزاهات بس بيأخد حبة�� أكتاز لانه البيتزاهات خاص ما فيك لك ككلها طيبة كثير عن بأم الدعايات ورا بعض وحدة طلب مني يعني دافعين لك هذلك مرة انا عملتش جاي فيديو عم تتمصر على شيء عم تتمصر على الانفلونس درس طيبة عايشين عن دعايتنا ما شبك؟ عن جد كتير فيديو هذا الفيديو للي صار الرياكشن مشلق أنه فيديو الفيديو كان لا ما بيعرف أنه عم بعمل الانفلومانسرز عم بتمصخرة أنه ما جعته؟ ما جعته يا عمي من الوضع أنا جعت وجبت ملك الطوء ففكروا الناس أنه هي النكتي بس على قلبه أنه عم بحكي عن الجوع فكروا الناس أنه أنا عن جد عم بعمل دعاية لملك الطوء آه كمان ستت أو تفكروني أنه عم بتمصخرة على الفقر أنه ما جعته جيب صون هناك ناس سائلين ما بيفهمون نكتب هون ناس بعصبوني كمان كمان وبالغلق أنا حطيته على تويتر وقت وانت فيرل على تويتر بس لناس فهمت أنه عم بتمصخرة على الناس يقول له بس أي انفلوانسر بحط على جبينه كلمة انفلوانسر فكتير بداحك لأنه الناس حتى فيه تقريبا شي شخصان عطرفوا أنه هلأ فهمت عليك شو أصدق أوكي معظومة بس كل البقاء لما قلت لهم لما شرحت شو النكتب أنا أهي بس تل ما حلو بس أنه أبيخون يعني أنه في حدا بتتوقع أنه يشرح النكتب أنه حتى تحط عجبينه حدا بحط فيه انفلوانسر بحط عجبينه انفلوانسر ايه لازم أو مثل ما الكوميديا لازم يحط أنه هو هلأ عم بمزح هلأ عم بمزح وقاله عم بنتقى بالخطر على فكرة صارت على تيك توك أو انستغرام أنه يجب أن تعمل شيء خاص بفايلنس بس عم تمسخر عليه يجب أن تحط فيك شيء أو كوميديا أو ساتير أو بيعملوا حتى ما يكون بان صح بس أنه شو بيستفزك أكثر شيء بها الانفلوانسر على انستغرام و تيك توك هات تشوف أي مواضيع أو شو بيعملوا ما بيستفزني ما بيستفزني شو بيشتغلوا لأنه أعلم بيشتغلوا بيشتغلوا بشكل مستفزن يعني بيعملوا مستفزن طبيعي بيعملوا مع شرك يعملوا إعلانات بس كمان أنه بيجي دائما بالشقة التانية التنظير السياسي إذا فتلاحظت أنه كلهم عندهم فيديو بالشقة لأنه ليه العالم ما تقوم على الثورة بحق عليكم للعالم مهام ما فيه وين الفقر وبعدين بقولوا أنه الناس ما مع مصاري بيعملوا فيديوز كل العالم محترق سلافة عالم ما كله مع مصاري كله عم يسهر يجب أن تأخذ واحد منهم وبعدين كمان بترجع دعائلة أو أم تي أو شيء مصاري سند أب تقولهم برو معرف خلق وين بدك تقول عرفت لا بس هذا اللي بدايق بس أنه عادي يعملوا في الدنيا وإنت وإنطا وإنطا اللي عم بيصير هلأ هيك بالبلد يعني بتقلهم للعالم إنه ليه ما قامتوا بتلوموا لا لا كلنا جربنا وكلنا صعب وهلأ الناس كتير بتلوم من العالم إنه خلص مشاعب ميت ونايم أنا أبدا منه هيك إنه خلص جربنا إنه ما حدا بيحكي عن التراكم الأساسي طبع الخيبات وكمان تاريخيا بعد ما تجربي ثورة دائما في خيبة من بعدها ودبراشن بعدها إنه جربنا كل شيء روحها بتعرف هولي بالنازل روحها بيوتهم روحها على الرينج روحها على كل شيء وبتاكلي خبيط روحها بتلاقي إنه هني قاعدين بالبيت ليه عن برضي حدا على أونلاين كاتب لي ليه ما بتروح إنه وكمان نحن نحن أين أنتم لا أراكم؟ لا أراكم وهالقصص وكمان بالإعلام أوقات الماينستريم ميديا شو عم تعمل هون لا أنت هون ما لازم تكون بها ما أنت عم تتظاهر وهك كله تخوين بتخوين 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 بتساعد طبق السياسي فأنا يعني تخيلي بعد كل هاللي ما رأنا فيه وكل حدا ما ماشي حاله ومعيشيا وهك تجي تقول له كمان حق علاك كمان فأنا كتير ما بحب هنو عنيك لأنه بحس لازم تكون مصوبة دايما على المسؤول على المسؤول لا طبي تترفه عم بمزح على المسؤول وبصفه روء شمي عم بمزح عم بمزح عن جال ما بحافظ المبنى هلات لنها كنا بالحديث عن أصدق عم بمزح لا تصبتها خلاص عميتها ما تكحلا بشمع عم جاري بشمع أصدق ما في اوكي يعني بتحطه حق علاك مثل ما عم بصير فينا حق علاك يعني لا لا رواء ما ما رحق علاك هو عادي على السلامة على السلامة كيف علقتك فيه منيحة 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 زمان ما حكينا بس بحس رواء راضي عليك مهضوم 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 مميز بين الله وبين وبين القصة التالي مثل الأديانة هلأ إذا رحكي عن الشغل أكتر كوميدي واحدة از اناف وبعا فيلم قاربة كتيرا أنا فكرة فينا زيح أوه ايه واسمه خلالا بعيت علينا المخرج خلالا بطلت الشط سوري مخرج هذه فيك أنا أحكي مع ضميري مخرج مهضوم بنا كتير والتيم كله مهضوم طبعا أتحيث المخرج تطيرك شاء الله ما ننسى حدا من التيم لما نجيب زيرته لا ولا ولا بجننه مش كل من هكت كنا عم كتب سألك كنا عم كتب سألك بسألك كوميدي واحدة هل تستطيع أن تكون مستقبلة؟ يمكن أن تشترى ومعقول نعم نرى في أوروبا لا لا لكن الآن في أورودي كانت تحسين أرحبت إلى أوروبا إلى دبي وشاهدنا وجان ومعاد ومع ماريو لكن إنه عمل لكن يجب أن تصبح لتصبح مستقبل ومستقبل وخاصة بلد مثل لبنان خلال أنا حمدين تصبح مستقبل لكن في خمس سنين لم توقف غير لكن لكن يجب أن تفكر في تقرية وكل شيء من تقرية أو تقرية أو من أجل أو المسرح أو الإخراج فعند事 فرقوا فقد تكون مستقبل فقد تستطيع أن تقول وكنت تكونؤلم بالسبب العالم العالم والسينما انو فين احكيك يا انو واقف عالطريق ما هيك. بس انو بياخد وقت ليكون كرافتد هيك. مثل انو بالسينما بيبين حقيقة الحاجة بس ما حدا بيحكيها هيك بالسينما ما بتحسي. اكيد. ان شاء الله يضل هيك. فهلا الفترة انو ايه ماشي الحال الحمد لله فيه شوز كتير. عندي كذا شو. هلا اكيد بالصيفية في كتير اكس باتس وهيك. وكمان نعمل برة يوروب كان كريزي. ما كنت تخيل بحياتي اعمل بيوروب للعرب برة شوزت يعني. عنجاب كيف عم تروحوا كتير لانو شوات لهنيك. ها رحت انا هلا تو ويكس قبل وهلا رايح بيمكن بنوفمبر بعد تو ويكس لانو عملنا سيتيز فوق ان دا نورث اكتر. باري برلين امستردام بروسلز. هلا بنا نعمل تحت شوي ميونيخ جينيفا ميلانو. خبرنا كيف عم بيكون الكراوت كيف عم بيكون التفاعل. والعرب بيفهموا اللغة بعنا. دايما اللبنانية سورية عراقية فلسطينية عم بيكون كتير منوعة. هذا الشيء كتير حلو. وكمان انو بيكونوا نطرين. انو بيشوفونا اونلاين كتير. وكمان هذه المشكلة كمان اساسية لانو نحنا بالنهاية سمول ماركت. دايما بيكونوا انو ليما منحط اكتر اونلاين ماتيريال. ننزل اكتر كستاند اوب. بس ما فينا لانو. بامريكا اذا بيطلعوا جيمي فالن جيمي كامل بيعملوا استاند اوب. بيحضرون عشرين اربعين اثمانين ماليون. صح. بعد فيه متان ماليون محضرون. هون ماكسيموم. كا يمكن سينيموز دي حتى نيعستاند اوب بلدي. كان اول شي على اب سينيموز. وهلا صار على اليوتيوب. عم حضر بشكل خيالي. يعني قراد ازحا 2 مليون حضرون لك نكتة. خلاص. 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 نحنا بيكون مور استراتيجيك. بالقصص اللي من النقل نزلو. اكيد. ما فيك ناس دي كل شي. لانو مش كل شي بيقطع اللي منقولو. بس عنا هالرول اللي انو ما منصور. ولو منبين كل شي فروى منزل متفينو. تصوروا المرة واحدة وقتنا نحنا تحت. بانيم كل الفيديوز اهدين نحنا. انشاد. بتقول هو هنا الفيديوز اللي حطا التوين. وواكان نور. بلا ايه كانت. على شوق شرتكراود. ايه ايه ما نحنا كنا عادين تحت. اوكا اوكا. نحنا حضرنا اخر مرة انت كانت انت. بلا كانت. ايه ايه ايه. كانتو كلكم على. وخميس لتميديك لاب. كان في التصح. كان العيد لبعض 5 عام. نعم 5 عام. طبعاً عدد. مزموح. صح. صح. بس الإل الإكسبرينس كان كثير غير الإكسايتمنت. كان هناك نحن 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 نحن. هذا غريب. وهم يظلون أنني أمور هنا. والناس يرون عادة أنه لا يوجد الإكسايتمنت. أحسن نحن 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 إنه إذا تلاحظي بالشو إنه كلها المقاطع بيطلعوا ديئة ديئتان ديئة ديئتان يعني كله هو شو ستين ديئة ففي كتير موضوع غير بس لما تحط شيء أونلاين ديئة بيبين بس إنه هيدا حيبين بس إنه هيدا يعني قبل لما كنت أعمل أنا إنه عملت نكتي عن عن سعاد الحريري الرفيق الحريري بيانت إنه ديئة هي بيانت إنه هيدا شو طبعا أنا بطلع بقولها نكتي ستين مرة بورا بعد بكتير ناس هيدا الإيدنتيي إنه بعلق بهويات سياسية إنه هيدا اللي بتناقش الطواقف بس إنه الشو هيدا أهم شي بعتني إذا عملتوا إنه بعددت عن هالقالب ما أعلق في هالببل لأنه بالنهاية ما بده حلو تناقش هالموضيع اللي خلقت فيها بس كمان إنه في كتير مواضيع أوصى بدي أحكي فيها ومش بس إنحد بهالموضوع آه إنه شو بيصير بيومياتنا آه 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 أوصح بكتير يومي ومثل ما قال العالم عن جهة زهقة الأشياء اللي هي اللي لاتدلسية أو حتى بس تروح بك إلا إطارة بتحضر سكريبتك قبل ما تروح مثلاً على البلد اللي أنت بدأ قدم فيه أو بس تروح لأنه بحسب تستوحي بس توصل وهايك من أصد أكيد أكيد لأ دائماً في يعني بعتاد دائماً أول خمس دقائق أو عشر دقائق دائماً بيكون عن يومياتي هونيك عن المحل اللي هنا فيه تتوصل لأتورا كيف أنه فيه كوكب تاني عايش بترتيب ونحن تحصل أرض من قطعت فيها الكهرباء لأربع عشرين ساعة وبعض جنون شيء ما يسخني لا أتخيق أمشربت هالآن أمد مدات وأتجرب ما يجبني شو عم تحلم حسب إذا قبل أزمة الغاز ولا بعد أزمة الغاز بس إنه إيما رحنا على فرنسا كان فيه وقتها أزمة كان فيه مظاهرات أنت ما تغير شيء عليك أصلاً على حظه وكمان المظاهرة مارأة من الأبولو ثياتر ليه أنا عندي فيه بباري شكل المشكلة فيك لا ما هيك أنا النحس ما بعرف ليه طبوا علينا مسيل لأنا قبل مفوط خير الفوضة عم ببكي إنه كتير مبسوط كتير إنه مش مبسوط هالآد نازل مسيل ما عطوك بصل ضغري مش مش معظم ولكن عنا إنه لأ ببعطي تشربونا شيء غير لأنه نوع المسيل اللي بيستعملوه غير نحن عجيبين لأنا الخاصة من جده حتى المسيل اللي ممنحي نحن جملنا البيب أول نحن نحن فإنه كان مبسوط بس البيس طبعا أكيد ببيروت يعني بضلني هون بس بس إذا تقدرت تفعلها فينانشي هلأ عمريلي جود فينانشي بس صعب كثير هي أهيان إذا يمكن البروفيشن طبعاك معقول تكون فريلانسر بتفرق يمكن بتصير أهيان عليك يمكن إذا بتاخد بروجيكت أو شيء بتصير أسهل أو ضمانك أنت سأيل نعم إيه ما جربت إنه جربت جربنا كثير نعمل بايلتس وهيك شوز ليكون أنا عندي شو مع شادن مع شاكر مع عماد مع عمر ليزا جربنا كثير أساس بس إنه دايما كانت الهلأ أطليست دايما المشاكل يا من وراء الأزمة السياسية إنه مثلا كنت عم بعمل مع البيسي مع جونايت جونايت شو كان حيطل على ليلة الثورة ونلغى لأنه الثورة وكانوا عم بغطوا كثير لايف أو يعني ممكن كنت بمأخر بالليل مع سلام بس أنا اللي كان بدي أعمله بس كمان صراحة الاكزيكيدفز بالتي في معواضين إنه التفي اللبناني بعده يعني غير أنتو هلأ يوتيوب أو أونلاين هيدا يونجر أوديونس بس مثلا التفي بعده كان للثيرتي فايف أنا بغطوا كل شيء خمسة وتلتين وما فوق هني اللي عم يحضروا التفي فكان التفي والبرامج معمولة هيك حتى لو ساخرة أو سكتشات كانت بتناسب تجم علا بلا هيدا الجمهور صح وكمان كان ولاحظنا إنه كان عم نعمل كذا بيلوت بالجديد بل بي سي ام تيفي عمنا كمان إنه كان صعب لأنه أنا برأيي دايما بجربوا الأكزاكس نعمل شي جديد لليونج بس بدنا كمان ما يزعله الأودينس تقمير أم لك زعي لحد يا بدو يزعل صغير أول شيء أردي زعلين صغير وما بيحضرك ما في حدا من عمري إلى 35 اللي عمارنا بيحضر يمكن أن نحنا بيت تيفي وما حدا مننا بيحضر تيفي ما ماتش فإنه هيدا خلاص إنه خسرتهم خسرتهم يعني فتو جين ذم باك ثرو أونلين يوتيوب ستريمينج وكمان طيب بالنهاية فهيدا اللي عم جرب والكوميدي فرقت يعني نحنا قبل عم نحكي كنا ما في مثله شي وهيكا كانت سكتشات مهدومة واقفوا بمحال لأنه خلاص يعني ما بقى عم بقدموا شي يمكن إضافة أو أنه خلصت هون حفظة تبقى بها الصورة أسأل شي وما في مثله حتى بوقتهم مختلفين كتير عن بعض أكيد شي كان التايملس الأبسورد الفاميلي ما في مثله كان معمور بالسياسة الحالية كيف يشي قسموني عبد الملان؟ بتذكر الاسم بس ما بتذكر شو الكنتنت فأنا اللي عم قوله أنه أنتو اليوم غير يعني غير كنتنت كمانا فبفتكر من بعد ما طلعنا من هول الأزماء سوري بعدنا بهول الأزماء بس أنه بعد اللي قطع علينا صار لازم يمكن يكون في هيدا الكوميدي اللي عم بيروحوا العالم وفي قبال كتير عليها بال بس بعدها حصيت ب وفي قبال كتير علينا يعني نحنا اللي أدينيس بيحضرونا يعني أنا ويكلي عندش ثري شوز بس أنه بعضوا بالغير عالم على التيفي يعني 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 ما في رولز وما في مازد بحكي الأصص متل ما هي متل ما هي متل ما هي بس أنا مستعد بس بعد أعمل مساوى مع الموضوة بناحية أنه أوكي عارف أنه أنا ما حاكم مثل مستندب قالت كل شي بأدي إيه ودارك وهيك وشو ما كان بس كمان في ناس بأعتقد عبالة تسمع الشي مختلفة عن الترديسيونال فأي تنك بلشوا كمان يقتنعوا بي الموضوع لأنه بفتكر صار في الشهرة وصار في طلبها لأداء على هيدا النوع من من منه شو في شي كوميدي على التيفي لا يوجد هذا ما نقوله بعد الأزمة ما عشت فيه كسر ومحمد محمد بتعايله بيزعل في دكتور بام من بعضه محبيته مين هيدا ما بعرف دكتور بام لا كانت بسمة وطنه هيك بهذا الفريق محبيت بس أنه ألا بس أنه ألا بس أنه ألا بس أنه ألا بس أنه وداليا أحمد وداليا عم تروح كثير بالمنحس سياسي مختلفة أنا عابلي هلا صراحة اللي بأكتر شي بهمني أنه عامل سكتش كمان لأنه بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة أتمنى أن نعمل شي لا أعلم ما في شي مبتوط بعد بس أنه هذا اللي أنا بدي يعني أنا بكمل غير ستاندب برايتنج جوبس عم بكتب مع كذا كنت بروداكشن هاوس عندي كم دور تمثيل صغير عم جاري بفوت بهالشغلة يعني حابة بتفوت سنة؟ يمكن إي بس أنه أكتر من ناحية كتابة وإخراج مش تمثيل أه أه أنت بس طلعت مع أحسان ومحمد بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة بحسب هالمرحلة وكان عندي شوستك مع الدرك يا زلمر أه معم ها كتير عندي نأمة ها أه ها أه وكمان كنت ب It Gets Darker مع دانيال حبيب في رأس أبي فخر وهذا شورت فيلم هورور 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 كوميدي سلاشر ربح هورور ها أه ها أه بعد ما نزل سنة هون ولا سنة بس يمكن ينزل كتير لازيز لأنه عن جد نوع ما بين عمل كتير ها هيدا اللي بحب هالقصص يعني انتقائي انت بتنقل أشياء يهيبت تلبق لك يبقى يعني محلك مظبوط مش إنه أفريوير كتير غريب لأنه ما بتعرفي كمان لكي مصدف ديس كيرير هزا تنقل شو ما تعملي أكتر من إنه شو تعملي مظبوط مظبوط لأنه عنجاد جاني كتير اوبرتونيتيز إنه كون أعمل شو قصص حسيت إنه منيح قلت له وعنجاد ما فيك تعرفي بياع شو يعني بالسنما مثلا ايك بالسنما مثلا رفضت كارزادور لو كان كوميدك بس إنه ما حبت وكمان من على التفي في مشكلة ستجربتوس والله ايه كمان رايتنج بس كمان شو إذا أنا بتناسب مع الشو يعني مش بس لأن أنا محضوب مستعدة يعني حكون محضوب يكون كتير كمي بيقصص فورمايات تانية فيمكن إنه كل حدا بيتناسب معه فورما معين أنا مثلا محابب إنه فوت رايتنج من كوميدي بوضع مسرح أو سينما أو هيدا طبعا عملنا شي هيك سينما مثلا يا الله بأمي حلو حاجة نحن حولا بحاجة معاك شكرا سلو عادين بأكور عن جد بحاجة عن جد بحاجة لا والله مهدو هلأ بفتكر ستكون فيك تامنك لأنه ما تنسب هالأزمة قد يصير صعب تجد ان انفاستور بروداكشن هاوس لتعمل هالشي بس 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 ياخد المجازة لأنه مثل اللي عملنا مع حسين ومحمد دايق بالهردباشت أكيد أخد ريسك ما معقول لأحد يعمل نوع فيلم انه معمول كتير منه بس انه قطفة يعني اي اي بس بس انه بيضل فيه هيك انه حدا ياخد مجازة في معاك which is good وبعطيت فيه ناس are open to this more and more هلأ رجعت رتاحة الماركت برأيك شوي يعني بلشت تراجلج القصص تراجلج دا تكون بابل متل مكاني نحن مكسم وحنصير بابل جديد ترجع تفع بعد خمسة عشر سين بابل جديد لأنه السيستام الاقتصادي نفسه ذاته فما نعه يتغير ما بتفكرت فيلم لبنان لا لأنه ماي بيس هو بلبنان وكمان كل شي عم بكتوب فيه بالكوميدي بفضل صوره بلبنان لأنه كمان هو الماركت قد يكبر بمسلا عشاهد أو حيالة ستريمينج بلاتفور عم بروح عم بان عرب أكتر بس حاسز انه هيدا انه في قصص بلبنان بعد ما حكيناها في قصص كتير ما نحكي فبحث انه لازم نحكي بأكتر مثلا انه حتى أصغر بسكتش شوز لما وقفوا ما في مثل وهول مين عم يحكي عن كوميدي وحتى انه كان وقتا كانوا ماشين ويمكن ما بحب كل شي بنحط بس كمان كان وقتا على موضع معيني كان فيه عم يمرق عشرين عشر سنين ما حدا عم يحكي عن نوع شي من يومياتنا عم يمرق هذا اللي هذا اللي قوانة بالستاندب أول ما بلاشنا بال2017 لما جاءنا هون انه في فترة مضبوط عن التكسي عن قصص البارك مات عبيق الأمور لسنو هول يوميات ما حدا عم يحكي عنا مضبوط لا تخذك هيك صار عن جد ما كان فيه بقى ولا شو عم يحكي هي ما يوميات خانيا راح راحوا على ستيل القصص الأغاني والطيوخ كمان بالتكسي والبرامج الفضايح والفساد هول اللي كانوا صاروا بومنج اخر فترة ايه ما فقط حدا بس كمان لما يعني تجربة من شيئا نان لبي بشي مع سلام كانت انه كل شغله وبعرف انه سلام زعل كتير على الموضوع كل شغله كان انه نحضر لهالانتخابات اللي جايبه 2018 وانه كانت مجددا وانه لانه من قصة السياسية كان الناس عم يدعم انه خلص لك عابدين كتير مصار من الأحزاب ما فيكم تحكوا عن حدا بقى وكان شيء كتير دي برسنج يعني شيء محبط بس بعتقد هيدا شجع ان يكون في بلتكال ساتر يعني انا باعرف الناس من عمري بوقتها بين 2013 ل2017 كانوا بياخدوا أخبارن من الساتر من بيشيب شأنان هذا الشأن كان شيء كتير حلو بس كمان كنت عم فكر انه اوكي عم جيب هالموضوع عم نعمل نكتي عنه عم يخلص بتضحك عليها اوكي بتحس حالك تخطيت هالموضوع بس ما لازم هيك ما بعرف حسيت انه كان لازم نعمل شيء أكثر من هيك طب ليك ليه دايما بدو يكون في خيار انه لو عنا فكرة مثلا وقدرين نعملها بإمكانيات بسيطة ليه مثلا ما فكرتوا تروحوا كنت عملوا انتو البردكشن لهذا الشيء هذا كان لي بي انسان حيوان لا شيء عملوا شورت فيديو او شورت فيديو سكتش مثل لونج سكتش بسيطة هنني محطوطين على يوتيوب انسان حيوان لا شيء ويتو او شورت فيديو بسيطة كانوا خمس ست سكتشات طوال بس انبسطنا فيهم كثير وأكيد مع اوكورد يعني بدون يعملوا بعد اوه 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 لازم ينعمل هكشي وكمان يدال محلون اووتسايد اوه مش غلطي تكون فيه سكتش للتفي وسكتش اوتسايد بسيطة اوه 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 حتى كريايتف لانه بتفرق طريق الكتاب تغرب تفرق حتى لو بالله وعي طبعك فا ايه في كتير انا محمس لها المرحلة لانه واعدة يعني مبيا ايه وكمان شخصا تارفو انه عم تكون عن يوتيوب اوه عم يرجع يكسبو يونجر اوه اوه ومدرمين حملينها التلفون وقعدين عم بيحضرها عنجا عم يحضرها عم يفركها نعم عم يكرا عنجا that's good يوتيوب وتيك توك وهيك بتلاقيه ايه بس هيدا بفضله على انه يكون التيفي بالباكراون وما حدا ما انتباه له لك انا عندي ماما اصلا يعني حال خاصة تيري مواك بإمي ماما بتعرف ماما كانت وعب الليل انا لقيه عم تحكي وتخانق شو عم تلعب شو اسم هاي اللعب اللي كان فيها حرب وهيك بورزي بدالك عم تقوص باب جي باب جي عم تلعب باب جي لا ايه عم تحكي مع ناس وأولها جدا غريبة وعم تعيين تلعب باب جي لو كنت بالصين بيجيك بعرف مين بيت هيك بتهدد عالم ايه يعني في كتير مثل ماما مثلا كتير انه على يوتيوب وعلى تيك توك وهيك فحتى الجيل اللي اكبر لأ انه عم توصل ايه عم توصل ايه صراحة متوسع لانه التيفي ما بقى عم بقدم مادة عم تشبه العالم انا ايك بحيث تقريبا يعني فيه اكيد بروك لك بيبقاله جمهوره يعني ما فيه شي بير خيشي بدان فيه الجمهور اللي بيبقى سياسي بيورو هيك اكيد حدا لعطيته ايه بس انا بعتدت كمان هي الفورمات لانه بطلق انا ما تنسى اهم من اهم الاصص انه انه الان لان كونتنت هلأ عم يحضروا انه نون ستاب يمكن فيه بعدين بيعملوا سكيب اد او شي هلأ هلأ اشتري احلى صونية عليها بلاستيك اهو انتخيب فهلأ بس عالتيفي عندك انه انه انترى بديك تنترى وكمان فيه جريد يعني بتعبى عندك خمسة واربين دياء او ساعة ونص شوك ففيه تعبية هوا كتير بتلاقي كتير شوات فيها تعبية هوا هي بتحمره تكون اصغر انا بتحمره تكون اصغر هيدا بفيد البرودكت يكون اصغر تايت اكتر مشدود بتاع الاخر بس انه طبيعة البزنس موديل طبع البرامج هي انه اعلانات بين كل شوي وقفات اعلانية هيدا كله بأسه كيفنا نقبض يا خالي خلينا الاعلانات ما تحكي عنه ما تقبض شو بعمل لك خالي شغلنا معك شغلنا معك شغلنا معك خلاص تعبلي ما من هيك انا بيها من حب الان لايناك شو بنا نشغل معه شو فينا نعمل معك تعلمشي فضونا على نعمل قصص يلا نعمل قصص جدية نعمل قصص جدية فيها رسالة شو ما خارجنا كتير بحبه نور شو رسالتك لما عملت نكتة عن الالتكو برو ما عندي رسالة ما تلازم ما هل قدة تعيشها في كتير والله بحس اوقات انه لانه كمان منعمل القصص السياسية بحس في صر ركب المشكل شي مرة نقمي عليكم لا لا مش نقمي هي مور انه expectations انه اوكي كيب بينك بوليتك اللي عطيني مسج غير لي حياتي ها المسئولية فيديو على انستجرام لا بدي اغير لك مجرى حياتك عادي يعني اه ف اتس نايس كمان انا حتى بكل نوع الفنون ما ضروري يكون كل الفنون اللي بتستهلكوا انا منطلع علي حتى حيالله بانتين تكون عن ثورة او هادفة ايه انا بحب تطفاها انا بحب تطفاها انا بحب تطفاها لا لا هادفة ماش خاص هيك مين بيصنف تطفاها كل واحد بيشوفها بالمعيار ايه انا بحب تطفاها بالحكس انا نص نكتة انو عن اللي بصير معي ممكن تلاقيها تفاها ايه بس انو كتير هو فيه انو بدل ما نستثمر هالوقت عم تقول نكتة كان فيك تقول نكتة سياسية خلينا نشوف الاغلاط بالطبقة لقول لي جارشي ابروه خلاص شباك فينا نعمل هالنكتة فينا نعمل نكتة عن النظام بتضحك وبتعنيلي بنفس الاهمية نكتة بعملها عن اهلي واخواتي شي موقف صار بيناتنا نفس الشي بيعنولي هول فانو ما فيه اهمية بالنسبة لها كيف بتردعى هول كومانس اللي بيجيكون بالعادة كومانس اللي بتجيكون بالعادة على السوشيال Tayination يعني في ناس تفهمكن قال هي 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 يجب يسيبوكم يقول لك ما ابي affairsك كيف تفاعل معن Lyn يجب نعمل نكتة عن دين حب وتسامح يا حيوان نايس تسامح كينج الجملة تفوق نفسه كدير فيه ناس انو كمان لا ما فى كونتكس يعني انا مساعدين هاد اي صعوبة للاا إولاين لانو ما عندنا كلتشر الستاند اب عم تنمى شوي شوي حتى انو الناس تقعد وتسمعنا في رولز قبل من لا تقدروا تسمعونا وهيك فالعالم عن جد ينبسوا بهالشي هايدي الصعوبتها انو الناس مثلا بتشوفنا اونلاين فيديو كليب دقيقة واللي هيدا عم يحكي هايك مين هيدا ما بعرفه بس لما تحضريني لايف انا بكون عم قولها هالنكتة دقيقة جوات خمس دقيق ويو اردي نو مين انا شو باكراوند طبعي هاي كيف فكر كيف راسي هيك فبتكون اهيا على اكيد بس انو بيو اونلاين يعني يتكون موجود بالقليل الناس التحب يجي يعني هاي كيف يحبه ايه بس اكيد محي يحبه ايه بس اكيد محي يحبه ايه دحك مركب اوكي برو ها مؤامرة مزبوط نحنا جبنا ناس تحكنا ومسجلينو للأبد كله دحك مركب محبه ها لباني نظريت دايما في كتير اساس في مثلا انو دايما بتجربة لا تهين شخصاً لا أنا هذا يهين حسناً هل يركب المشكلة مرة في الشو؟ هل يركب المشكلة؟ مرة أحد يكب علي كيس في 2019 عن مين هيك؟ عن الجيش كانوا في الهليكوبتر تطلع معه بمئة وخمسين دولار تعمل برمي مع الجيش الآن صار ما اسموه سبديك مليان ليس برايفتر ليس برايفتر ليس برايفتر مئة وخمسين دولار سأتكلم عن الموضوع هذا هو المشكلة أحد يكب علي كيس أن يتمسر الجيش هو عسكري يمكن أن يكون عسكري وفل وما حاسب ماذا تنسيلي إيها؟ لا 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 ليس برايفتر لأنه مستعدة أنا أتكلم كيف أشعر اليوم هيك؟ لا 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 أنا أدخل من الشوكولات لا 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 نروح على محل سيري مثلا نروح عن كوميديانز وأطلب أطلب أطلب أي شي بالله هاي ما تحكي هيك عن هالموضوع ويسحبوني لبقى وتفلي وما تدفع بريليانت تحلم صراحك ما تجربوها بالبقى لايق على سيدة الشوكولات لحقتها التران تبع الشوكولات مو طبعاً هذا الأحمدية مالي يا شواء؟ طلبت من نوعية الشوكولات مو ما فهم عليها بارح على سيرة البانا عرب الفيديو يا الله أزماتي أزماتي حتى قلت لهم شي على فيسبوك مبارح إنه السوريين واللبنانيين بس بالبانا عرب ماشي حالون بس إذا بالحياة لعادة هالعنصرية بالله هدى اللي بتاعاتي شي بيقرص حراح أهرام والتصاهر والعيا هاي دخيلوا لبناني مبارش لاي ما عم تعرف شو كل عمو يا الله جنون جنون وحياتي هالعقلية البشعة صراحة كتير كتير في من هالقصص وخصدنا كان من الفترة اللي ما رأيت إنه في كل شي ستة شهر في فوحة على إنه اللاجئين هن سبب كل المشاكل مثلا مبارح إنه بقول إنه ليه الإنترنت بطيء بأجاره إنه في كترين فلسنين عم يستعملوا إنترنت عم يفتحوا كتير تابز شو عم يفتحوا كتير تابز يعني لازم يسكروا تابز هاي تسكيرها بتوفر بطارية وتوفر بطارية وبعدين لما توفر بطارية أنا ما عم تشرح تليفون فبالتالي باخرى بالكامل ما عايزين هايك ببالشي بفضولك بأصص كله بديو يحلل بكون هو اللي عم يحكيها وزير اللي هو موقعنا بهالمشكلة من الأساس وأنه بديو يخطك عغير أنا بس إنه ما في مزوت ما في مصاري هاي الفكرة ما في مصاري إنه ما حدا مثلا بيحكي عنه لما لما الدولة فجرت الإهراءات بطل في أمح لسنتين العراق بعتوا أمح بكافينا تسعة شهر عم حطوا وزير الاكتساء والصناع بالمدينة الرياضية وصوصوا وصوصوا وأكلوا الفيران لأنه ما أدري بيعون بالوقت للتجا وأنا إنه ورجع طلعت إنه بتعرفوا شو مشكلة الخبز السوريين عم يأكلوا ربطة زيادة ايه هيدا السبب برافو صبتة ما حدا حكي عن هالتسعة شهر محصول ثلاثمائة مليون دولار أوكي يا حرام يا حرام شو ما نسلم عن جد فغريب يعني عملت فيديوين عن هالموضوع طوال كتير ووجعولي راسي بواجعوا راسي لأنه دائما لما تقول لحدا أنه مثلا كنت عم بقول أنه عنجاد هن حيالله بزنس بلبنان هي بدأت توفر كاست وشو أكتر شي بتوفر كاست فيها يوروكين فورس فشو بيعملوا بلبنان لأنه منهم سجلين السوريين والفلسطينيين فما بيدفع عليهم فما بيدفع عليهم تأمين فبيدفع لهم أقل معاشات وش is why هالبزنس بلبنان تطمشي حالا لأنه ما عم تدفع كتير لموظفينك فبعدين بقولوا ما تشغلون ففي ناس عنجاد في ناس والله بعتقدت في أكاونت كتير معروف عوني على تويتر بقول أنه ما عم بيشغله لازم شغله لبنانية وفحطوا بعدين أسماء المطاعم بكفية اللي عم تشغل سوريين أطعون لا لا فاهم الخطب خلاص إذا بدك أقل سوريين لحيصير كل شيء أغلى لأنه هن هي أصحاب البزنس هو الممنح إذا واحد بده يشغل لحده لبناني بستمائة دولار سوريا أو فلسطيني بثلاثمائة دولار لأنه ما عندك وراء لهو ما تفق مع الدولة إنه ما يكون عنده وراء لا ما عندك شغل بستمائة بيدفع ومجبور عراسوا يسجلوا ومجبور حليب الطماط المدير اللي ما بده يدفع من الشركات كله لبنانية أصلا كثير لأنه طبعيا صاحب الإدارة هو اللي صاحب الباور مش حدا تنين لكم عم تقدمع وظيفة وهذه كثير بتشوفيها بتوترز والدلوفري أب إنه اللي ما عم يشغل لبنانية أو عم شغل لبنانية كثير وهنا إنه عمان عم يتفعولكن بي كندوشنز عرف أبستغلوكن هنه كثير إيه فبعطيك بس عن جد يعني يعني يمكن العمال بتوترز عن جد من أكتر حدا بجهلهم تحيي لأنه عجربوا ينزلوا هالسنة يكونوا عم بيأضربوا مصبوط عم بيوقفوا عم بيواجهوا إدارتهم فعن جد نحن عم نطلع معاشنا عالسنة من وراك اليوم بهالحلقة شو؟ عم بالعكس مل إدارة توترز ممنية مع الدولة عمال توترز بعقده مش نطلع تأسمالية متوحش أولي جارشي أولي جارشي أولي جارشي أولي جارشي أولي جارشي أولي جارشي هلأ موظفة مثلا تقول عم تشكيلك أنت عم تشترر الموظفة منعندها تشتر الموظفة عم تنقل بعدين كتير بقولوا آنه هلأ رجعوا عم بتدولروا كل شي الدولار رئيس أولي جارشي بس إن الموظفة منو دولار رئيس أوليج أو أوليج أو إذا بعطيه دولار بيعطيه قد يعني ماشي بخمسة بالمية من ماشي للأسفل لا أوجدنا إدارها دراما لا أعرف أنه يجب أن يسألني ولكن كل شيء من الزبالي يبين حلوه بعدين بالكوميدي بوعاتكم لأيونا تسعة ونوضة كثيرا هيك والله بكون أهدم عن جد بيكون أهدم سيفر شيسون عندي مفروض بأكتوبر برمة قطر دبي أجن أبو دبي لأنه ملاحق أتعمل أبو دبي خبنا ياها معك عقطر ما حتكوني بدبي أحد كوني بقطر مفروض نحن بك الزيارة في الأكسبو راح أغطي آه أكيد الأكسبو وعندي مجرد بالسعودية كمان حلو السعودية شوي هيك غريب لله شو راحت قبل ولا لا؟ بلشت لالا رواب عرفك لا أعرف على اللي ساير بس أعرف من مورستريك من مهور كلنا إذا بسميلك بس عمان سعودية قطر دبي مين بتقول مورست؟ دبي لا دموست ستريك عمان ايه اه ايه اه هلأ بحيس كطر وعما بس كطر هلأ بلشو راح ارحو شوي آه بده وقت يعني لأمور بس نعم يتحسن الوضع هلأ بنوفمبر من بعد عندي يوروب هونك بفحش عادة عزاونا حلو 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 يا راسلنا نروح مصرع على يوروب نحضر ليه اللي ما بتخده معك إنو أنا أنا صنع بلد عربي خلي اخديك معه صراحة النوفمبر الثلاثة بتاعي معنا آآ أحب بحكي المانجمنت أوكي معنا رانين إدريس تطلع معنا آآ غراب أشل قاس تعانجة طلع أشل قاس تعاملي أوبنينج عندك نيكات تشتغل علي أحب بحكي أنا مخضومة بحكي بطلع مع أساس يعني لو ما في كاميرا وهكي إنو بطلع مع أساس نعم بطلع مع أساس بتفكري على كاميرا أحسن كتير بسطحة كتير أنا تستحي تستحي أكثر عكبية عالم أحب حسن أنا كتير ما برتاح للكاميرا جان نعم وحتى على الكاميرا يعني أنا هكي بين بعض إيه بس أنا تعودت أنا على الودينس بلا كاميرات فهلأ الكاميرات أنا كتير بتغير طريقة يا الله تخير هلأ تكون في شفت بحياتي وأقلو بالكارير مبارا نور أنا كنت برأيي أنه مرامت هلأ أولا 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 بلش يصير كوميديا نور مبسطنا فيك كتير مجاد مهدوم ومخدخد هيدا شو قصة الخدود مخدخد لا هلأ رواقبتها بالشعب ضعفان ضعفان مرأتلي قالوا مبسط أنه ضعفان مهدوم شكرا شكرا